زيارة حضرت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى إلى كوالا لنبور قُبلت بالاهتمام والترحيب من قبل الدوائر الرسمية والشعبية في ماليزيا في بداية الزيارة جرت مراسم استقبال رسمي لسمو الأمير المفدى ثم عقدت بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الماليزية كوالا لنبور جلسة مباحثات رسمية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا وشملت المباحثات قضايا التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية لا سيما ما يتعلق منها بالتعليم كما بحثت الجلسة عددا من القضايا الاقليمية والدولية التي تهم الجانبين لا سيما سبول تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين قطر وماليزيا وهي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي تهدف إلى تبادل الخبراء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة البرامج الأكاديمية المختلفة بين مؤسسات التعليم العالي فضلا عن تبادل الخبرات التعليمية ومصادر التعلم كما جرت توقيع على مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني للتشجيع ودعم التعاون في إطار تبادل التشريعات والخبرات ومذكرة تفاهم تعنى بتشجيع التعاون القضائي الثنائي وفي ختام الزيارة حضر صاحب السمو والشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة معدبة العشاء التي أقامها صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا الاتحادية تكريما لسموه والوفد المرافق في القصر الملكي بالعاصمة كولا لنبور من هذا المكان يختتم حضرة صاحب السمو وأمير البلاد المفدة زيارته الأولى إلى مملكة ماليزيا بعد أن أثمرت بكتابة صفحة جديدة من العلاقات القطرية الماليزية لتلفزيون قطر محمد الأنصاري كولا لنبور ماليزيا